أحبائي سايت صباحكم سباح النور سباح الخير وسحافة دوركم أتمنى يبقاكم هذا الأوديو في أحسن الأحوال وأسعدها أودو اليوم مثل ما هو متوقع للحديث عن الترك بروتوكول المتعلق وفي الحقيقة حبيت أتكلم عن الترك في هذا الأوديو قبل الحديث عن بروتوكول لأن الترك ممكن معطيته نفس الشرح أو نفس الحق نفس الحقوق مثل الرفض لذلك قررت أني اليوم أتشعب فيه قليلا وكذلك البروتوكول سهل سهل في الكلام ولكن صعب في التطبيق ولكن هو لا يصعب أكيد عن الأرواح الوعية وما يصعبش على الناس اللي تحاب تتغير نحو الأحسن أكيد وما يصعبش على الناس اللي عندها إرادة قوية إرادة تغيير قوية فالشي اللي لاحظته يجمعه أنه حاولت نحلل تقريبا أنه يعني بعض الحالات اللي تعاملت معها من الناس وجدت أنه معظمهم يعانوا من الترك والرفض يعني يعانوا بالترك يعني حتى ولو الإنسان يعاني من رفض عنده كذلك جرحة الترك معاه يعني متعلق عنده ماسك التعلق وماسك الهارب في نفس الوقت وهذا شي كنت خدك توعه يعني متناقض ولكن مع ذلك موجود بكثرة هذه معظم الناس اللي تعاملت معها أنا تعاني من هذه المشكلين يعني الترك والرفض في نفس الوقت وإذا جيت نحلل كذلك الأسر العربية فنقدر نقول لكم أنه 90% 90% من الأسر أو من الناس العرب يعانون من الترك بسبب ماذا تقولوا لي؟ بسبب الولادات الغير متباعدة يعني الأم تولد ابن عود في نفس العام الذي يليه تولد طفل آخر في العام الذي يليه تولد طفل آخر إلى آخرين فما فيش مساحة وما فيش وقت حتى الطفل ياخذ كمية الغذاء العاطفي لازم فتنشغل أمه بالطفل جديد وهكذا يترتب عن ذلك جرح الترك فيه أمور كثير راح نذكرها في خلال الأوديو وممكن تباندكم صادماً وعنماً ولكن هذه الحقيقة وإذا طبقنا هذه المعارف العلمية على الأوطان العربية فرح نجد أن كل الشعب العربي يعاني من الفقر العاطفي سوف نبدأ سوف نبدأ سوف نبدأ سوف نبدأ الترك الترك هو الابتعاد عن شخص ما أو الرحيل عنه أو عدم الرغبة في الاهتمام أو البقاء معه يعني صورة عامة هذا هو التعريف ونحب نعلمكم أن الكثير من الناس يخلطون بين الترك وبين الرفض ولازم نوضحكم الأمور الفرق يعني بيناتهم الفرق راح يوضحكم من خلال الأفعال أو من خلال الفعل والكينونة الرفض متعلق بكينونة الشخص يعني أنا أرفض فلان مثلاً أرفض نرجسيته وأرفض غروره وأرفض أنانيته يعني أنا نرفضه هو كشخص جلنبا منحبوش هذا الرفض الترك لا الترك هو أن أتركه فلان الترك هنا هو فعل أتركه جللاس نخليه يعني أبتعد عنه أذهب إلى مكان آخر أنفصله عنه هذا هو الترك عندكم مثال حتى نوضح الفروق لأنه فيه كثير من الناس يخلطوا ما بين المفهومين أو ما بين الجرحين ناخده مثال زوج يعني آن كوبل الزوج يعيشوا مع بعض متزوجين يعيشوا مع بعض إذا واحد رفض الآخر لما يقترب منه الآخر سيبتعد عنه بطاقته يعني بصورة لوعية سيبتعد عنه سيبتعد عن الحديث عنه سيبتعد عن الحديث معه سيبتعد عن الجلوس معه يعني تولي العلاقة مقتضبة بناتهم هذا الرفض نفرض مثلا نفرض زوجة يعني امرأة رفضت زوجها كيفاش يبدأ الرفض يبدأ الرفض من خلال مجموعة من الأفكار يعني في الأول في الأول هذا المرأة تكون مجموعة من الأفكار لتبدأ تجول في ذهنها وكل هذه الأفكار منفرة حول زوجها أفكار منفرة مثلا تقول في ذهنها رائحته قادرة طريقته الجنسية لا تعجبني شكله لا يعجبني جسمه لا يعجبني أفكار كثيرة منفرة بعدين هذه كم رحلة أولى يعني بعدين كل هذه الأفكار المنفرة والذكريات السيئة تتخزن تتخزن في العقل وتماتيك مع وانت رح تتخزن في العقل الباطن أو في العقل اللواعي بعد بضعة أسابيع يعني نقوله شهر أو شهرين هذه المرأة بردات هذه تبدأ تنفر من زوجها لعنا تنفر من زوجها ماديا جسميا جنسيا إلى آخرين وش يحدث الشي اللي يحدث أنه الطاقة العقلية اللي جمعتها في عقلها الباطن تبدأ تظهر على الجسم فهمتوني لا شعوريا يا جمعة يعني لا شعوريا كلما اقترب منها مثلا أو جلسة يعني جلس بحدها هي تقوم تعمل شيء تروح لها لا دري تطبخ ولا تروح تقسل ولا تروح تلتها بولادها أو ما شابه ب одну دري تروح تروح ilgili يعني جدا دري تروح تروح تبكانت هذه السلوكات عدائية يعني ما تعاش لهذه السلوكات. هذا يجمع السلوك هو سلوك الرافض. سلوك الرافض. اوكي? في الحالة الزوجة هي الرافضة والزوجة هو المرفوض. داكو? في حالة الترك ما الذي يحدث في حالة الترك? نفس الشي يحدث. دونك المرأة راح تكون مجموعة من الافكار المنفرة لتتراكب تتراكب. من بعد يجي يوم تاخذ قرار بالرحيل. تقول له انا راحلة. او انت ارحل عن منزلي او ما شابع. هذا هنا فعل. نحطط الفرق. ما بين الرفض والترك. الرفض. الرفض هو رفض للانسان في حد ذاتي. ولكن الترك ممكن يكون فيه رفض وممكن ما يكونش فيه رفض. في المثال اللي قدمت لكم الزوجة رفضت زوجها وبعد تركاته. ممكن تتركوه بدون اي سبب. تتركوه لظروف اخرى لظروف قاهرة. هي تحبوه تحترموه كل شيء. هو مليح معها وهي مليح معها. ولكن تتركوه لظروف اخرى لظروف قاهرة. فالترك اذا مش الرفض. قد ينجم الترك عن الرفض. ولكن لا ينجم ابداً الرفض عن الترك. يعني ما فيش ما يحدثش رفض اذا تركنا انسان يعني قد قد لا ادري تتركوه الزوجة مثلاً لسنوات مثلاً. ومع ذلك تبقى تحب هذا الزوج الغائب او المسافر او المغترب او ما شابه. فاهمني. حتى فقط تعملوا الفرق بيناتهم. ام. فالرفض. فالرفض الشي اللي يحصل في الكلام لما انت تتوقف عن الكلام مع شخص ما لانك ترفضه. هذا الشي رح ينعكس على كل افعالك الاخرى يعني رح ينعكس على الجنس وعلى المعاشرة بصورة طبيعية. كل شيء. كل شيء رح ينعكس عليه. يعني الرفض هو حالة شاملة. انت ترفض الاخر بكل ما يحتويه بكل افكاره مبادئه شخصيته بجسمه بابا بابا. ترك لا. الترك لا يعني انك ترفض الشخص وانما تركته. ما أحبيكش تبقى معه. فاذا الترك مختلف عن الرفض. قد يجتمع الاثنين او الجرحين في شخص واحد يعني الترك مع الرفض في نفس الشخص ولكن هذا لا يعني أنهما جرح واحد لا لازم تميزوا بناتهم إذن جرح الترك خاص بالفعل الفعل و جرح الرفض خاص بالفعل سوري مش بالفعل خاص بالكينونة يعني أنا أرفض أن تكون أنانيا أنا أرفض أن تكون نرجسيا أنا أرفض أن تكون كاذبا أنا أرفض أن تكون كذا إذن هنا عندي رفض لكينونة الشخص وليس رفضا للبقاء معه كحبيب أو كزوجة أو ما شابه دك فإذن الرفض هو رفض لما هو عليه الشخص والترك هو الرحيل عن الشخص وممكن يكونوا رفضناه وممكن ما يكونوا ش رفضناه لازم دائما تفرقوا فالترك جنغالما الفعل هو أنا أتركك يعني أنت فالرفض تقولي للشخص أنا أرفض أن تكون كذا لكن فالترك أنت تقولي لو أنا أتركك أنا راحلة جومون في يعني سأرحل سأبتعد نحب أن نشير لهنا قبل ما نمر أنه تقريبا مثما قلتكم 50% من الناس يعانوا من الترك لماذا؟ لأنه هو ببساطة الترك هو عبارة عن شعور بالفقر العاطفي نتيجة كثير من الأسباب لأهمها مثلا هو أن يكون للشخص أو للطفل أخ جديد حديث الولادة فتهتم به الأم على حساب وليدها أو على حساب طفلها فكل الأسر كل الأسر من دون استثناء اللي عندها أطفال كثر متقاربين من حيث الولادة كلهم يعانيوا من الترك الناس هذه كلها تعاني من الترك يعاني لماذا؟ لأن الطفل يشعر بالإهمال العاطفي لما أمه تتوجه للأخوه الصغير فتبدأ تنبعث عنده الغيرة والشعور بالوحدة إلى آخره وهذا الشعور بالوحدة هو اللي رح يعالجه فيما بعد باستخدام ماسك المتعلق الترك كذلك ممكن يبان أو يعاني منه الشخص إذا أولياءه يروحوا للعمل كل يوم ويتركوه يعني أو يتركوه وقت قليل له يعني الأم تمشي تعمل والأبي يمشي يعمل والطفل يبقى بواحده مع المربية كذلك قد يولد ذلك جرح الترك يقدر كذلك يكون جرح الترك يتولد عنده شخص أو عنده طفل وكلناه أو أعطيناه إلى مربية هي تربيه يعني أم أطعت أوليدها للمربية حتى ولو كانت المربية الجدة حذاري يعني إبن أنت مثلا تقولي أوكي أنا نعطيه ليدي أو إبني نعطيه للماما تربيه نعم في هذه الحالة كذلك حتسببه له جرح الترك رغم أنه من نفس الدم يعني جدته هي من تربيه وملاحظة كذلك حبي تنقولها أنه نسبة ربعين إلى خمسين بالمئة ممن يعاني الترك عانى من الرفض يعني يعاني من الرفض في نفس الوقت يعني مثلا الأم ترفض تربيه ابنها لأنه مثلا صعب أو لأنه معوق عنده إعاقة أو لأنه أو لأنها مشغولة عليه يعني تعمل أو ما شابه ففي كل الحالات الطفل راح يحسب الرفض شمتوني يا جماعة ما زمش تخلطوما بين الاثنين نعلمكم كذلك أنه من بين أسباب الترك كذلك قلة الأكل يعني لما تكون أسرة فقيرة ما تقدرش توفر الأكل للعائلة كل بطريقة يعني كافية يعني كونت أن الفان سنوغي بي يأكل قليل أو يحس رحو أنه مش بعش كذلك هذا يؤدي لجرح الترك وللأسف في كثير من العائلات أو العوائل العربية اللي ما تقدرش توفر كل أصناف الأكل أو على الأقل الأكل الكافي لولادها ومع ذلك تستمروا في الإنجاب يعني أم ما يشلقيا مثلا باش تشري الحفاظات لولدها وهي كل عام تولد كل عام تولد كل عام تولد ما نعرفش علاش يعني أرنب فكل هذه الحالات اللي كنتذكرتها الآن للأسف يعانيه من ألم الترك مثل ما تعرفوا الماسك اللي ترتب على الترك هو التعلق أو التعلق والتعلق ظاهرة أو ماسك خطير جدا للأسف للأسف يتغلغ الإنسان ويأثر فيه بقوة الماسك هذا يبدأ في الظهور من انطلاقا من فترة المراهقة يعني انطلاقا من المراهقة يبدأ هذا الماسك في الظهور يعني المتعلق أو المتعلقة انطلاقا من 11-12 سنة يبدأوا يظهرون سلوكا من السلوكات التعلق فأنا ننصحكم قبل ما ننصح أنه تشوفوا تلاحظوا على أولادكم كل سلوكات التعلق إذا موجودة تحاولوا قدر المستطاع عنكم شيلوها منهم يعني لا أدري مثل ابنك يجيب كيلك أو ابنتك يجيب كيلك يقول لك أصحابي ما لا يلعبون معي يقولها تطوم فو بعثيهم إلى الجحيم لعبي بوحدك فهمتوني؟ يعني دايما تقووا فيهم نزعة نزعة الترك والوحدة لأن المتعلق يخاف من الوحدة يخاف أن يبقى وحيدا في الغالب اللي يعانهم التركة عندهم أجسام طويلة ولكنها ناقصة يعني ناقصة قوة ما فيهاش ما فيهاش ما عندهمش القوة اللازمة اللي تباني على كل الأجسام يعني هم أجسام طويلة ولكنها يئما نحيفة يئما عضلاتها ناقصين أو نازلين شوية يعني مثلا لا أدري أحيانا تكون الأرداف مثلا نازلة الأكتاف نازلة يعني تشوف بأن الجسم ما عندهاش باور ما عندهاش قوة ما فيش تونيوس يعني وكل ما كان الجسم طويل ونحيف كل ما دل ذلك على أن نسبة الجرح أكبر نسيج العضلي لهؤلاء الأفراد الغالب غير متطور كفاية يعني أجسامهم أجسامهم نسيجهم العضلي في أجسامهم ما تطورش بالدرجة الكافية يعني مثل بقية الأجسام المتعلق يعتقد أنه لا يستطيع أن يعمل أي شيء بنفسه وأنه يحتاج إلى شخص آخر حتى يساعده حتى يدعمه يعني من بين الجروح الخمس المتعلق هو أكثر الأشخاص الذين يلبس دور الضحية داي منه ولا فيكتيم يعني في الغالب في الغالب يعني ممكن يكونوا أولياء أو أحد أولياء أو الأم والأب أو الاثنين مع بعض يكونوا عاشوا كثيرا هذا الدور يعني عاشوا كثير في دور الضحية يعني الأم لا أدري توجدها مثلا عاشت مع نارجيسي وقبلت الضرب وقبلت الإهانة وقبلت كذا وقبلت كذا الضحية ما هي؟ الضحية هي الشخص الذي يخلق الكثير من الصعوبات في حياته خاصة المشاكل الصحية يعني يدعي المرض حتى ماذا؟ حتى يجذب انتباه الآخر واهتمامه الضحايا هم شخصيات درامية كثيرا يعني سون دراماتيك يظلوا يبكو يظلوا يشتكو وحادث صغير حادث صغير يعطوله أبعاد عملاقة يعني في الغالب يعني المتعلق تقال حادثة صغيرة لما يحكى لها يحكى لها وكأنها لا أدري الشيء كبير جدا حدث له رغم أنها حادثة بسيطة تحدث لأي إنسان المتعلق أكبر شيء أكبر شيء في الحياة يعني يطلبه هو هو مساعدة الآخر والاهتمام عنده مشكلة ولا لا محتاج ولا لا دايما دايما يطلب الدعم حتى في قراراته حتى في اختياراته يبان أحيانا أنه كسول لماذا؟ لأنه ما يحب الشيء عبرياضة وحده يحتاج دائما واحد يحفزه يقول واجهنا رحون الأبو أو تعالى رحون نركضه مثلا أو نجريه يعني يحتاج دائما المحفز ما يقدرش يلعب بسفور بواحده الضحية كذلك أو المتعلق ينتظر الحب دائما أو العطف في مقابل أي خدمة قام بها لك يعني هو يؤدي لك خدمة فما ينتظرش من خلالها أنك تؤدي له خدمة واحدة أخرى لا هو ينتظر منك أن تعطف عليه وأن تحبه فقط عند المرأة المتعلقة في الغالب يجي صوتها طفولي مثل ما قلت لكم فيما مضى وفي هذا الصوت نبرة الضحية خاصة لما تطلب المساعدة من أحد والمرأة المتعلقة توجد صعوبة كبيرة لما يرفضوا طلباتها يعني ما تقبلش ما تقبلش أنك تقولها لا لشي هي طلباته لذلك قد تلجأ إلى التوسل أو الإلحاحة في الطلب يعني تبقى تلحها عليك حتى تصدع لك رأسك حتى تقبل أنت على مضض الوحدة مثل ما تعرفوه مثل ما سرتو تعرفوه هي أكبر مخاوف المتعلق أكبر خوفي خاف منه في صورته اللواعية هو الوحدة هو يعتقد أنه مش رح يقدر يعيش بوحده أو مش رح يقدر يوجد شريك عاطفي إذا هذا اللي عنده مش عليه أو راح وقلعه لذلك يعمل كل شيء هو يقوم بأي شيء يجذب به حب واهتمام الآخر ولذلك المتعلق يقدر يتحمل وضعياته علاقات بائسة ويائسة أو يرضى بالفتات من شريكه فقط حتى لا يبقى بوحده وقد يلجأ أحيانا إلى كذب والمناورات وافتعال المشاكل فقط كذلك حتى لا يبقى وحده يعني مثلا متعلق يقدر يتصل بك يقول لك أنا مريض أنا أعاني أنا أموت أنا كذا فقط حتى أنت تعطف عليه أو أنت ترجع عليه إذا قررت أنك ترحل عنه المتعلق هو الشخص الأكثر فرصا أنه ما يشوفش أي مشاكل في علاقته أو زواجه يعني هو ما يشوفش المشاكل يشوف أنه كل شيء تمام رغم أنه مثلا زواجه يعني مش مليح أو علاقته مش مليح أو لكنه يشوفها نورمال يشوفها عادية لماذا؟ لأنه هو يفضل يعتقد أنه كل شيء تمام على أن يبقى وحيدا يعني حبي يخبي كما يقولون مثل النعامة يعني يخبي راسه في الأرض ويخلي الوراء عريال موجدشي كلمة أعطوني المثل إذا تعرفوا لما يترك المتعلق يدخل في حالة أزمة يعني نهاية العالم يدخل في حالة أزمة وفي حالة حزن رهيبة يعني وك يعني كرياكشن سيحقر نفسه وبدل ما ينقم بدل ما ينقم للظروف والأحداث التي أدت إلى الانفصال ويصلحها يعني يوجد لها حل لا سينقم على نفسه ويشوف نفسه أنه مش مهم كفاية لذلك رحل عنه شريكه هو دايماً هيداً يلوم نفسه هو في الغالب كذلك المتعلق يتعلق بالأماكن والأشياء يعني هو كما يقولون بالجزائرية يربي الكبد يبدأ على الدار وعلى الشارع وعلى أثياب أثياب وعلى الأشياء وكل شيء يحبه هو لذلك ممكن في داره تجدول كثير من الخردوات الكثير من الكراكيب اللي ما زال مستحفظ بها في الغالب مثل ما قلت هو يحب الأشياء ويحافظ عليها ويتعلق بها حتى ولو كان بمقدوره يغيرها إلى ما هو أحسن ويحب المكان ويبقى فيه الأطول فترة ممكنة وإذا اضطر إلى الرحيل سيحزن يعني إذا كان أبلج عليها أنه يرحل من ذلك المكان سيحزنه كثيراً وأكبر عاطفة مسيطرة على المتعلقين هي الحزن لازم تعرفوا هي الحزن وسيشعر بالحزن في أعماق نفسه يعني كشخص في كل الأوقات حتى في أعز الفرح سيكون عنده هذه النقطة من الحزن في قرارة نفسه وهو ما يعرفش من أين هذا الحزن يعني هو سيشعر بالحزن من دون أن يعرف الأسباب للأسف يعني ولما هو لما لما يبحث عن الشركاء أو يبحث عن المساندة أو يبحث عن الشخص أو عن الآخر معه هو فقط حتى يهرب من هذا الحزن ما يحبش يعيش هذا الحزن ما يحبش يعيش هذا الحزن اللي ما هو وش عارف هو أصلاً مش عارف من ينجا فلذلك تجدو دايماً يبحث عن الآخرين فالغالب المتعلق يخاف من المسيطرة يعني المتعلق ما يحبش يدخل في علاقة مع واحد كونترولر أو واحدة كونترولر كونترولر لماذا؟ لأنه يفكر أن هذا القوي هذا الشخص القوي الجميل صاحب الشخصية القوية لن يرغب في مصاحبته أو لن يرغب في الاهتمام به لأنه هو المتعلق ما يطلبش الحب والصحوبية أو الصداقة يطلب الاهتمام يطلب كيكس أو كيب دولوي حب واحد يتيهتم به لذلك الكنترولر بالنسبة للمتعلق هو أمنية كبيرة يطمح دائماً إلى الوصول إليها ويتحول المتعلق في الغالب إلى مطارد يعني طارد الشخص اللي يحبه حتى ما يروحش عليه وحتى ما يوقعش في الوحدة في الغالب في الغالب حين يصل المتعلق إلى شريك ما لا يصل إليه بالحب وإنما يصل إليه بإثارة العواطف السامية لديه كالتعاطف فدايمن يقول له أنا مريض أنا رح نموت أنا أعاني أنا كذا أنا كذا نحب نقول اللي احنا في بيق أوسين قبل من مر إذا صادفكم أحد المتعلقين وقالكم أنا رح نموت إذا رح تخلتوني قلوا له تفضل موت ورحنا نشهاد لك يعني معاك أنا رحنا ألقنك الشهادة ضروري ضروري تتعاملوا معه بأه بأه الطريقة لأنكم إذا رضقتوا إذا رضقتوا للمتعلق مش رح تسعدوا رح نتخلوه دايما متعلق ورح نتخلوه دايما يعاني من هذا الحزن ودايما يعاني من هذا المرض فإذا قلكم أنا سأنتحر قلوا له تفضل رح نتحر مش رح ينتحر ما تخافوش مش هيعمل ولا شي هو فقط هي فقط مناورة يقوم بها حتى أنتم تبقوا معه في الغالب المتعلقين يعاني من الصداع ويعاني من أمراض نادرة وخطيرة هما يجيبوها لأنفسهم عندهم صداع مزمن بسبب عدم قبولهم لأنفسهم وخوفهم من الترك وعندهم أمراض نادرة هما يجذبوها لأنفسهم للأسف الشديد أمراض نادرة وخطيرة بسبب بسبب هذه المشاكل وفي الغالب لاحظوا المتعلق كذلك يجذب إليه النرجسيين لماذا لأنه ببساطة يقبلوا بأي شيء يمارسوا عليه الشريك ولذلك يدخل في الوهم ويتصور أن الشريك يحبه بينما هو لا يحبه لما جرح التركي تفاعل عند المتعلق أو عند الشخص ويلبس الماسك يعني يلبس الماسك المتعلق سيصبحه مثل الطفل الطفل الصغير الذي سيظل يبكي ويشكي من غيابة أمه نفس المثال نفس الشي ويصبح في حالة خضوع تام لما يجري حوله يعني مع الاعتقاد أنه ما يقدرش يعيش وحده هذا هو الماسك ما نقدرش أنا نعيش وحدي لازم لي لازم لي واحد يعاوني لازم لي واحد يساعدني لازم واحد يعيش معايا أنسي تسويق ويقول كذلك الماسك أو يعتقد كذلك المتعلق أنه لا يستطيع أن يعيش من دون حب وهذا الماسك كذلك يجعلك تعمل مناورات على الآخر وأكاذيب حتى تتفادى الترك من الحبيب أو من الشريك أو من أي شخص آخر أنت تحبه فلذلك العلاج ما هو البروتوكول سهل جدا وبسيط على أمل أنكم تنفذوه البروتوكول هو مثل مقتلكم المرة الماضية بالنسبة للرف أنك نقبل نفسي أنا أقبل نفسي مثل ما أنا وأقبل بأن أترك من ضرف الآخرين وأن أترك أنا كذلك الآخرين هذه هي الحياة هذا هو الإنسان فالجملة هي أنا أقبل نفسي كما أنا أنا أترك أنا أترك وأنا أترك أنا أترك وأي شخص لا يساعدني أو أنا أترك وأي شخص لا أحبه وأنا يمكن أن أترك من أي شخص لا يناسبني لأنه رأى أنني لا أناسبة يعني ببساطة البروتوكول عندكم هو عدم الاعتماد العاطفية على أي شخص وقبول النفس أو قبول الذات أو الروح مثل ما هي بكل أخطاءها بكل تصوراتها بكل أفكارها بكل شيء تحمله والمفتاح اللي عندكم المفتاح في البروتوكول هو أن تقبل بأن تترك لا أستعطف شخصا يريد أن يتركني غير يقول لواحد أنا أنا سأرحل عنك أوكي تفضل نفتح له الباب ستعيش نوعا من الحزن نوعا من الألم ولكنك ستتشاف هذا مش موت يعني مش راح تموت ما تخافش راح تتشافة وترجع لحياتك وتحب مجديد وكل شيء تمام يعني فإذن البروتوكول هو ما يلي في نهاية كل يوم ناخذ ورقتنا وقلمنا ونشوف ما هي المواقف لحصلتنا في اليوم الأسئلات ستكون كما يلي هل استعطفت شخصا ما اليوم وتكتب الإجابة إذا كانت الإجابة بنعم فهذا جيد إذا كانت الإجابة بلا فهذا مش مليه لازم تشوف ما هي المواقف اللي استعطف فيها الأشخاص وتحاول في اليوم الموالد توعد نفسك أنك ما تقومش بها السؤال الثاني هل كذبت اليوم أو نورت شخصا ما حتى يتصل بي أو حتى يكلمني أو حتى يصالحني نفس الشيء إذا كانت الإجابة بنعم فهذا سلوك سيء لازم توعد نفسك أنك تتخلص منه إذا كانت الإجابة بلا فهذا جيد معنى ذلك أنك في طريق في طريق الشفاء في كل يوم في كل يوم نعمل نفس الشيء هل تظاهرت اليوم بأنني مريض على شخص ما هل كذبت اليوم على شخص ما حتى يبقى بجواري هل كذبت اليوم أو استعطفت أو توسلت إلى شخص ما حتى يساعدني في كل يوم نسأل نفسي هذه الأسئلة إذا وجدت الإجابات كلها بلا في غضون بضع الأسابيع فمعنى ذلك أنكم تشافيتم من الخوف من الوحدة وببساطة ستعيشون أي وحدة مع أنفسكم بصورة أجمل وأهدأ وأسلم بكثير فيما بعد ورح نتحب أنفسكم وتحب فترات العزوبية أو الوحدة لتعيشوها ونحب نشير لهنا كذلك بالنسبة للنساء المتعلقات النساء المتعلقات لما يكونوا في حالة زواج ما ينتبهوش إلى التعلق أو ما ينتبهوش لا ينتبهن إلى المشكل ولكن نحب نقولكم أن المشكل سيظل موجودا والجرح والحزن سيظل موجودين فلذلك لازم مرع على مرات منحي نفسك فترة عزوبية أنك تعيش يومين ولا ثلاثة بوحدك من دون زوجك من دون أطفالك حتى ماذا؟ حتى تسنحي نفسك الفرصة أنك تتشافي من هذا الجرح أحبا أتمنى أني نكون ألميت بالموضوع دون أنه طيل سألتقي بكم المرة الجاية للحديث عن جرح الخيانة الجرح الثالث دونتم طيبين سلام